سعيا لتطوير البيئة الصناعية أطلق الوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية مدينة المالك عبدالله الاقتصادية أحد أهم أهدافها أو هدف إنشاءها هو أن تكون منصة для الاستثمارات الصناعية وتحفيظ الصناعة والصادرات في المملكة العربية السعودية ولذلك استثمرنا خلال السنوات الفاتت في البنية التحتية سواء في المناطق الصناعية أو منطق الوادي الصناعي وميناء الملك عبد الله أصبح الآن ولله الحمد أحد أكبر الموانئ في المملكة العربية السعودية طبعا تم توقيع ثلاث مذكرة تفاهم أولها كان مع صندوق التنمية الصناعي مبادرة أرض وقرض تسهيل قرض صناعي للمستثمرين في الوادي الصناعي المذكرة الثانية كانت مع التجمعات الصناعية وهدفها هي دعم الصناعات أو قطاعات الجديدة المذكرة الثالثة كانت مع هيئة تنمية الصادرات وهدفها طبعا التواصل مع المستثمرين لدعم صادراتهم عن طريق ميناء الملك عبد الله الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة تساهم في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين لقناة الإخبارية عبد الله تيمور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر